خلينا في مباراة الكاس مباراة الكاس عندنا النهاردة ملامح أو تشكيل الأهلي وتشكيل نادي الزمالي ناس كتير بتتكلم على التشكيل وبتكتهد لكن إنتوا عارفين موضوع التشكيل ده موضوعنا يعني من زمان الزمن يعني التشكيل ده اللي عبتنا طيب التشكيل المتوقع لنادي الزمالي في بعض التشكيلات دايما ما تقدرش تجزم بيها 100% لكن إحنا اجتهدنا وصلنا إلى 99% من تشكيل نادي الزمالي و99% من تشكيل نادي الزمالي ليه قلنا 99%؟ لأن هناك مفاجآت وهناك إصابات في إصابات جدت في النادي الزمالي وأنا عايز أقول لكم النهاردة خبر خاص وحصري ومهم جدا أحد لعبي النادي الأهلي الأساسيين يعني عنده إصابة يعني مش إصابة عضلية قد تمنعه وقد لا تمنعه واحد من اللعيبة الأساسية لكن هو بيعمل المستحيل عشان يلحق بمباراة الأهلي والزمالي لعب جميل جدا 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 طيب ناخد كده ملامح تشكيلة النادي الأهلي اللي أنا قلت النهاردة أيضا أنه وسامة أبو علي مش هيلحق بالمباراة ممكن بقى كوبر ياخده كولر ياخده مع الفريق دي قصة تاني دي تشكيلة النادي الأهلي في مباراة القمة مصطفى شبير علي معلول محمد عبد المنعم رامي ربيعة نهدى شوية نرجع تاني لا نقفل تاني لا نقفل تاني عشان الناس تشوف التشكيل كويس عشان حاجات دي بتبقى خاصة بتاعتنا نرجع بها شوية حرصة المرمة مصطفى شبير أنا أقولها لكم كده على المغمى محمد هاني محمد عبد المنعم ربيعة معلول ده خط الدفاع طيب خط الوسط خط الوسط حط تحتها كده شروط كتير جدا في كوكة موجود إمام عشور موجود ومين تاني مروان عطي ده خط وسط نايد الآن طيب نيجي قادي التشكيل واحدة واحدة مصطفى شبير اهو معلول وعب منع وربيعة وهاني تمام فل خط النص مروان عطيها كوكة إمام عشور هل عمر السلية يشارك؟ ممكن طيب الشحات برسيتاو مودست طيب لو في مفاجأة في التشكيل ده هتبقى إيه؟ وإحنا مغمضين هتبقى كهربا يعني لو هناك مفاجآت هتبقى كهربا يعني عودة كهربا ليه؟ لأن وثامة أبو علي فتح الطريق لكهربا أن يكون لي نصيب في هذه المباراة من الآخر لو وثامة أبو علي جاهز ما كانش هيبقى كهربا موجود في الحسابات خالص أنا بقولها لكم صراحة فتقريبا كهربا يعني والدته والده دعين له لأن اللي بيحصل مع كهربا ما بيحصلش كل ما تبعد كده بتقوم جياله إيه؟ عطب طاب كل ما يتوقف يلعب يعني بتجيلك من حيثه لا تعلم يا كهربا لكن مفاجآتنا النهاردة إن فيه لعيب أساسي في النادي الأهلي قد يغيب عن مباراة القمة وهذا اللعيب مؤثر جدا 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 هيلحق يا ممكن يلحق ممكن يلحق وأنا قلتلكوا التشكيل أهو لو فيه مفاجآت في التشكيل هيبقى فيه لعيب في خط الوسط وكهربا مكان مودس غير كده شكر ده تشكيلة النادي الأهلي لمباراة القمة أمام نادي الزمالي طيب نقفل تشكيل النادي الأهلي وهنروح لتشكيل نادي الزمالي لكن أخذ النجم المتقلق